هذه هي بيضة التنين في ماينكرا والقصة وراء هذه البيضة كثير خطيرة لأنه أي شخص بيفقس بيضة التنين وبروض التنين لصغير يعتبر صار عنده أقوى مخلوق في اللعبة وبيقدر أنه يسيطر على العالم من خلال هذا المخلوق ففي الماضي كان هذا هدف البليجرز من زمان كان هذا السبب هو اللي بيخلي البليجرز يحجم على القرويين لأنه في الماضي كانوا القرويين يخبوا بيضة التنين عندهم في القرية ولكن في أحد الأيام في قروي من هذول القرويين تقرر أنه يأخذ البيضة ويروح يخبيها من البليجرز فالقروي هاد أخذ البيضة وراح فيها بعيد وبعديها وصل على بوابة الاند وحط البيضة في مكان ما بقدر حدا يوصل له وقرر بعديها أنه يراس بين التنين عشان البليجرز ما بقدروا أنهم يهزموا التنين بس لما طلع من الاند ما لحق أنه يشيل كل عيون لأنه البليجرز لقوا مكان أوكي بداية في عالم جديد يا حبيبي ولك شو العالم هاذ والله أنه خرافي يلا خلينا أروح بلش أجمع موارد على السرير اذا هذا هو مكان تواجد ببيضة التنين وأخيرا قبل صلت إلى المكان الصحيح والآن يجب علي الحصول على ببيضة التنين بأسرع وقت أوكي بداية أكسر في هاي الشجرة على السريع عشان أسويه لأغراض من الخشب والله بصراحة العالم هذا كثير خرافي متحمس إني عيش فيياته حتى الكهوف اللي في العالم كثير خرافية هيني لقيت كهف ابن الذينه بدي أنزل عليه حاليا وما رح أخلي ولا إشي في الكهف فيالله خلينا نط حاليا ويالله خليني أبلش أجمع أيوان أعطيني كل الموارد اللي في الكهف مش رح أخلي ولا حبة آيرون في هذا الكهف أيوان وأخيرا لقيت دايموند يا حبيبي أي فيه هون كمان دايموند وأخيرا خلصت من هذا الكهف فضيته على الآخر ما خليت فياته ولا إشي والله كان كهف خراف صراح أسه خلينا أروح أعملي بيت ومثل ما انتو شايفين حاليا بديت أجمع في الموارد اللي بحتاجها وأكثر إشي كنت بحتاجه واللي هو خشب السبروس فلقيت لغابة سبروس خرافية في إياتها شجر كثير فقررت إني أجمع منه وبعدها روح أدورتلي على منطقة عشان أبني فيها البيت وهيني حاليا زي ما تشايفين لقيت المنطقة وقاعد عم برطف فيها فراح يكون طبعا البيت يعني تصميمه خفيف لطيف يعني مش راح أبني بيت خرافي فقاعدت أرطب المنطقة حسب حجم البيت اللي بدي أبني وهيني يا جماعة مثل ما انتو شايفين بلشت أبني في البيت وبلشت أبني في الهيكل تاغب وبعدها صرت أبني في الجدران وأضبط البيت من الداخل وبرضو صرت أبني السقف وعملتلي طابق ثاني والطابق الثاني راح يكون عبارة عن إطلالة يعني لا أكثر فبصراحة لما خلصت البيت شيكله طلع كثير خرافي أوك هيني خلصت البيت هسا داجي وأطور الأغراض اللي معاي فخلونا نيجي نعمل آلت التطوير زي هيك يلا يا ربي اطلع لي تطويرات خرافية عشان الأمور تكون تمام يا السلام على التطويرات والله هينها رهيبة هسا بدي أبني بوابة النظر عشان داجمع عيون الاندرمان و البليزروت لأني واقفيني قد رعوها الاند وأكثر التنين على طول يلا لسكو خلونا ندخل الاندر أوكي والله مبين على العالم انه خرافي وهيني لقيت البويوم الأزرق يلا لسكو هون بديت أجمع 15 حبة من الاندربيل لأنه هاد اللي بحتاجه ما بحتاجه أكثر منه اللو هيني خلصت تجميع الاندربيل واشي كويس اني لقيت هاي القلعة بس مبين عليها قلعة شوي خطيرة لانه فيها مبات كثير لا دقيقة دقيقة يا بلايس طول بالك اوكي لازم انزل عليها بسرعة يا حبيبي ياريتني منزلتش بسرعة يااخي الوحوش كلهم اجموا علي واذا رسكيلتون يااخي حلوا عني واللهي مانا فاضيل ايوا يلا هيني خلصت منهم وهوني بديت اجمع ثمن حبات من البلايس رود ولكن اخر حبة يعني بدها تزهيقنا شوي يعني اخر حبة ما لقت غير توقعتها يعني مضطر انزل عشان ايوا هيني اخذ ثواخيرة يلا بترجع البيت اوكي خليني اعمل عيون ال اند اتوقع انه هذا عدد كافي جدا يلا نرمعين ال اند الاسطورية اوكي والله انها اسطورية كثير هي رجعتلي اوكي لما انا وصلت على ال اند يا جماعة لاحظت اشي كثير غريب اينو وصلت على ال اند يا حبيبي اه دقيقة السبونر وين مش المفروض انه فيسبونر سيلفر فش ولا مش عارب اش عارف خلينا افتح البوابة اوكي دقيقة البوابة مفتوحة بس انا ما فتحت البوابة العيون لسه معاي غريبة يعني يمكن السيد هذا نادر وبعطيني البوابة جاهزة على طول كأنه في حدا يجي هون المشكلة انه فيش حدا معاي بنفس العالم صراحة بعرفش خلينا اروح اكتول للثنين اوكي ااا دقيقة مين اللي بنا هاي البلوكات اللي هون مستحيل انه يكون في حدا موجود معاي بنفس العالم ويجي وبنا هاي البلوكات اوكي وينك يا تنين ولك شو يلي صاير هون حتى التنين وينه مش موجود كأنه صاير معركة جوية هون المكان متفجر على الاخر كلياته بلوكات الواردن بس لحظة شوي مفروض بيضة التنين تكون موجودة هون مستحيل يكون في حدا معاي بنفس العالم ايجي وقتل التنين واخذ البيضة بس بصراحة شكله في حدا معاي بنفس العالم ايجي واخذ بيضة التنين لحظة شو هاي دقيقة دقيقة خلينا اشوفه أممممم مبين عليه كأنه بوك ولا مش عارف أصلا شو يلي جابه هذا البوك على الاند او دقيقة شكله في شخص سمع عن الاسطورة تاعت بيضة التنين وعرف انه البيضة تخبط هون فى الاند والظاهر انه أخذها عشان يسيطر على العالم خليني أرجع عالبيت احسن لي أوكي هس Inter Actors مبين ع هذا الاشي أنه بوك والظاهر انه بوك مصنوع من الواردن او اشي اليو علاقة فى الواردن ولكن السؤال هو مين صاحب هذا البوك يعني مين اللي صنعه ومن وين اجا لاني عمري ما شوفت اشيهي في مين كراف ولكن انا لازم اني اجرب هذا البوك عشان اشوف شو بعمل فوكي دقيقة اتوقع اني بجربه فوق عالبيت اوكي يلا خليني اجي واجربه وان شاء الله يطلع بوك خرافي يا حبيبي ولك شو هذا البوك اول مرة بشوف بوك زي هيك بضرب ضربة الواردن عرفيا البوك هذا كثير خرافي والله انه هذا البوك كثير خرافي منيح اني اخذته من الاند وما تركته دقيقة خلينا اجربه اكثر ايوان تعال يا حبيبي خليك مكانك ولك تعال ليش تتحرك استنى والولك الخنذير تبخر هلا والله كيف حالك يا معلم ابلع هاي زي ما انتوا شايفين بلشت استخدم في البوك على كل الموبات الموجودة في الغابة عرفيا البوك هذا طلع اشي كثير خرافي بس الاشي اللي صار بعدين غريب كثير يا اخي والله هذا البوك كثير خرافي ما خليت ولا موب إلا فجرته في البوك لحظة شو ها جيش هيك هاي الغابة شكلها دقيقة دقيقة خلينا راح اشوف لانه هذي بلوكات لسكالك شو اللي جابها هون يا حبيبي شو اللي صاير في هاي الغابة ولكن المكان متفجر على الاخر كأنه في نيزك ضرب هون بس شو دخل بلوكات لسكالك لحظة هذا نيزك مصنوع من بلوكات لسكالك دقيقة في من هون مدخل في كرسي ويا غريبة دقيقة ولكن شو هذا النيزك الغريب لحظة شو هاد لحظة لحظة هذا كوكب الارض شو بيعمل هون هذا مجسم لكوكب الارض شو بيزوي جوه النيزك والله هذا أغرب إشي شفته في حياتي ولا دقيقة أكيد هذا البوك إله دخل البوك مية بالمية إجي من هذا المكان وأكيد كان في شخص ماسك هذا البوك ونسيه في الاند وشكله الشخص هذا بده يسيطر على الكوكب عشان هيك أخذ بيضة التنين بس كيف عرف عن الأسطورة تاعت بيضة التنين دقيقة أنا لازم أرجع على البيت أحسن شي بديش أظن لي في هذا المكان بسرعة بسرعة لازم إني أرجع على البيت البيت تاعي متكسر ولا أنا بتهيأ لي البيت تاعي متفجر مش بس متكسر وكل آياته متحول لسكالك دقيقة دقيقة مين يلي فجر البيت من الأساس حتى إنه محاولوا لبلوكات لسكالك يكلوا الشخص يلي كان في النيزك لقي البيت تاعي بس ليش يجي يفجر البيت أنا لازم أعرف مين يفجر البيت رح أبحث عنك في كل مكان ورح ألاقيك وآخر شي رح تندم ما رح أنسى الاشي اللي عملته في بيتي مع السلامة لازم أن أبحث في كل مكان أروح على كل القريات لازم أروح أسأل كل القرويين اللي موجودين في المنطقة إذا بعرفوا اشي بايب رحت على أكثر من قارية وسألت القرويين اللي فيها ولكن ما حدا فيهم فادني ولا حتى عبرني أوكي بلك الايرون غولم بارف اه تقدر تساعدني ايرون غولم تقدر تساعدني بس بدي أسألك سؤال ولك أنا قاعد عم بحكي معاك ليش قاعد عم تتحرك تعرفش توقف مكانك تحكي معاك يا أخي روح إنقلة لا خلاص خلاص بمزح أسف والقرية الأولى صراحة ما فادتني بالمرة فقررت أن أروح على القرية الثانية وسرت أسأل كل سكان وكل مبات القرية حرفيا تعرف هذا الأشي ولا لا تعرف من وين إجا يعني ولا أيوه قرويين أخيرا ألا ألا بالشباب كيف الحال بس عندي سؤال يعني إذا تعرفوا عن هذا البوق يعني إذا شفتوه من قبل ولا لا أيوه أيوه شكلكم بتعرفوه يا أخي مستحيل ما في حدا بيعرف أوكي مش مشكلة فرس يلا سلام يا أخي وين هذا الشخص راح يا أخي مستحيل اختفى فجأة هيك ولا طلع من الكوكب ولا مش عارف دورت عليه في كل مكان وما لقيته بالمرة وسألت كل القرويين وكل المبات بس فيش ولا حدا فادني فيش حدا شافه بالمرة قالينا أرجع على منطقتي أحسن بل كي لقيت حدا يساعدني أوكي فكر 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 كيف بدي ألاقي هذا الشخص يا أخي مستحيل لأنه هيك فجأة اختفى يعني وبطل يبين لاحظة فيه بيكن شغال دقيقة دقيقة هذا أكيد هو لازم أروح عنده على السريع وأخيرا لقد حصلت عليها ولأنت أقوم بإنهاء المهمة وسيطر على هذا العالم في الكامل أيوة هذا هو يلي بدور عليه ولازم إني أوقفه وقف مكانك إذن قد وصلت وأخيرا ولكنك لن تستطيع يا طافي لأنني أملك قوة هائلة بس أنت فجرت بيتي وقعد عم بتحاول تسيطر على العالم وأنا ما رح أخليك تسويه ورح أوقفك هس وهيك ما بتقدر تسويلي أي إشي بالمرة لأنه السيف تاعك طار بالحقيقة هذا السيف مهم لأنني أمتلك معي سلاح أقوى منه بكثير أين هو عندنا هو لير موجود انت قصدك على البوق أيو معاي يا حبيبي لازم تدير بالك أغراضك المرة الجاي بستغيب يا حبيبي أنا هسا محاصرك وما في أي مكان عشان تهرب مهلا مهلا أنت لا تعلم ما لبي تفعله فهسا راح أنهيك عشان تتعلم تفجر بيتي ممتاز يا حبيبي أنا أخلصت منه هسا كيف ده أوقف هذه دقيقة أتوقع أنه لازم أكسر البيكون اللي تحت المفروض أنه هيك تتكسر يلا يلا بسرعة لازم أن أكسر البيكون بسرعة قبل ما تتفعل البيضة أيوان ممتاز خلينا أطلع حاليا أيوه هسا خليني أجي وأكسر البيضة عشان أخب بها عندي ونريد أي حدا يأخذها بالمرة وزي هيك من كون استرجعنا بيضة التنين وانتقمنا من الشخص اللي سرق البيضة وطالما أنه البيضة صارت معاي فمستحيل أي شخص يرجع يأخذها مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر